تحديات متصاعدة في العراق على مستوى الأمن والسياسة والاقتصاد بسبب ضعف إدارة الدولة وانتشار سلاح الميليشيات والأحزاب ومكاتبها الاقتصادية التي تسيطر على مفاصل كثيرة في مؤسسات العراق ومنها القرارات الاقتصادية التي تخدم مصالحها وعلى الرغم من ضعف الإدارة وغياب الإرادة تحاول حكومة بغداد تلميع صورتها المشوهة في كيفية الإدارة الاقتصادية لمقدرات الدولة الغنية بمواردها الطبيعية وثرواتها البشرية الكبيرة طفرة أسعار النفط في الآوينة الأخيرة لم تسعف حكومة السوداني في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الموعودة بسبب التخبط الإداري والفساد المالي وتسخير أموال الدولة لخدمة أجندات سياسية وميليشيوية وبالحديث عن الإصلاحات المزعومة والمشاريع التي روج لها إعلام حكومة السوداني فإن خبراء اقتصاديين أكدوا أنها لا تتناسب مع حجم الأموال المخصصة لها ولا تحدث تغييرا جذريا في مستوى بناء الدولة وإصلاح البنية التحتية المتهالكة أما المشاريع الكبرى كمشروع الربط السككي مع إيران فإن هذا المشروع بحسب الخبراء الاقتصاديين واعترافات مسؤولين لا يساهم في تحقيق أي مصلحة اقتصادية للعراق وعلى العكس تماما يؤدي إلى تعطيل الحركة التجارية لموانئ العراق ويزيد من هيمنة إيران على الاقتصاد العراقي من خلال جعل العراق مجرد محطة عبور لتوريد البضائع والسلع الإيرانية يضاف إلى فشل مشاريع السوداني فإن العراق يعاني اختلالا في ميزانه التجاري وجاءت الموازنة الثلاثية لتعقد الأزمة المالية حيث اتمدت سعرا تقديريا للنفط فيما لا توجد ضمانات على المدى القريب ببقاء أسعار النفط مرتفعة ولسيما في ظل الاضطراب الإقليمي المتصاعد في المنطقة ثنائية الفساد والفشل الإداري هي السمة التي لا تزال بارزة في العراق على مدى الحكومات المتعاقبة بينما الشعب العراقي ينتقل من فقر إلى ما هو أسوأ منه